موسيقى أهلا بحضراتك ولكم التحية وخليني أقول لحضراتك الجزء الثاني من الحلقة حيكون إيه؟ أو حيكون عندنا إيه؟ النهاردة ليجت الامتحان متحان السنوية العامة وأنا مش عارفة إمتى حنخلص من قصة إنه متحانات السنوية العامة يعني البعبع محتاجين نشوف إزاي السنوية العامة دي ما تبقاش بعبع عند الطلبة وعند أولياء الأمور فالنهاردة كده إن شاء الله حنقول كده رشدتة زي ما بيقولوا يعني أو كلام مفيد أتمنى إنه الجميع يسمعوا سواء الطلبة أو الأهالي بخصوص امتحانات السنوية العامة لا تبدأ بكرة يارب بكل التوفيق والنجاح والتيسير لكل الطلبة بما إن ضفتنا لحد شرفنا النهاردة دكتورة داليا جميل سعيد استشاري صحة نفسية فإحنا كمان حيبقى عندنا أسئلة كتير غير موضوع السنوية العامة منها مثلا أسباب الطلاق كتير زي ما حضراتكو عارفين ونسبة الطلاق مرتفعة لكن أسباب من ضمن الأسباب دي دايما يقولك إيه؟ تدخل الأهل في مسألة الطلاق طب هو حدود الحمى إيه؟ يعني إيه ابن أمه؟ ويعني إيه بنت أمها وكل حاجة لازم تحكي لها؟ هل ده صح؟ ولا ده غلط؟ والاختيار يكون إزاي؟ نقول للبنت ابعدي عن الشاب ده لما يجي يتقدم لها لأنه فيه كذا وكذا وكذا فده ما ينفعكيش وحنقول للشاب ابعد عن البنت اللي فيها كذا وكذا وكذا أي أسئلة ليكو؟ أحنا في انتظارها من خلال الـ SMS أو من خلال صفحة البرنامج في الجزء الثاني من الحلقة اللي زي ما قلت لحضراتكو هتشرفني دكتورة داليا جميل في الجزء الثاني من الحلقة نهارده الصبح أسف أنت بتتكلم على حدثة مش عارفة إيه موضوع كتر الحرائق لكن لنش سياحي في مدينة مرسعلم تبقى دي الأخبار زي ما بقول لحضراتكو أنه على مدنه 27 شخص وأجانب مصريين وطاقم المركب تلعبين رسمي صادر من محافظة البحر الأحمر اتكلمه عن الأسباب وقاله أنه تم إنقاذ 12 سائح وطاقم المركب والمرشدين وجاري البحث على ثلاثة مفقودين إيه آخر هذه الأخبار والموقف إيه بالزبط خلينا نعرف تفاصيل من الأستاذ مجدي صادق عضو غرفة شركة سياح لأنه كان موجود أثناء هذا الحدث أستاذ مجدي مساء الخير يفن أهلاً مساء الخير عليك يا أستاذ عزة مساء الخير على مصر أقدس أرض التي تجل عليها الله سبحانه وتعالى دون عن دقاع الأرض أهلاً بحضرتك أهلاً بيدفن إيه اللي حصل النهاردة في المركب وإيه آخر أخبار الوفيات وأسباب الحدث إيه وإيه اللي يعني وصل المسألة لكل هذه الضحايا هو طبعاً المركب هي كانت مركب في رحلة سفاري وكانت عليها صوحة إنجليز غير الصقم العاملين والمكشدين الغواصين اللي موجودين على المركب كلهم إنجليز اللي كانوا على اللي كانوا في اللانش كلهم إنجليز آه كانوا كلهم إنجليز سياح إنجليز فحصل اللي هو المات السهرباء سفقاً للتحليل الأولي اللي حصل وتم إنقاذ السائحين والأسراد ولكن لسه فيه ثلاثة مفقودين إلى الآن وفي جاري البحث عنهم إن شاء الله وربنا يجيب كل خير فكام توفوا إلى رحمة الله هو إلى حد الوقت فيه ثلاثة مفقودين اللي هم مفروض المتوفين ولم أعثر عليهم إلى الآن يعني أقصد إنه الثلاثة مفقودين ممكن تأتي لأيهم أحياء ولا فرصة نوم أحياء بقت صعب لا ما فيش حاجة صعبة على ربنا إن شاء الله ونعم بالله بالطائق الخير يعني بإذن الله لأننا شايفين إن الدنيا إن شاء الله تمشي بطير بعد الرواج السياحي اللي احنا شايفينه في الفترة السياحية أي أي طيب مين باب يدار على الثلاثة المفقودين دول والثلاثة المفقودين دول إنجليز ولا مصريين ولا جنسيتهم إيه ولا من طائم اللانش لا هم الثلاثة المفقودين هم إنجليز إلى الآن ويتطور عليهم طبعا كميع الجهات المعنية اللي هي القوات المسلحة وهي السلامة البحرية والكل وطبعا اللانشات والمراكب بتاعة الغواصين اللي موجودين لأنه هو سعيثة لما بتحصل حدثة جميع اللي موجودين كمراكب وكلانشات وغطصين بيتحدوا لمواجهة هذه الأزمية فعشان كده الكل الآن في مجال البحث من غواصين ومن دولة ومن قوات مسلحة في المنطقة دلوقتي وإن شاء الله نسمع أخبار بيدوروا عليهم فين يا أستاذ ماجدي؟ اللانش أكمله اتحرق؟ هو اللانش أكمله بدأ الحريق في المنطقة الخلفية ومتد بعد كده للمركب اللانش حالوي يعني فعشان كده تم إنقاذ الأسباع حين بس الثلاثة اللي موجودين لسه دلوقتي جار البحث عن نهجه فين؟ في البحر؟ في البحر أكيد في البحر أكيد تمام تمام طيب طمنا على المجموعة اللي تم إنقاذها هل فيهم مصابين؟ لا المجموعة اللي تم إنقاذها الحمد لله ما فيش فيهم إصابات وبعدين دلوقتي حتى المستشفى اليوم الواحد والمستشفيات اللي موجودة في منطقة مركب عالم كلها استقبلت الحالات والحمد لله ما فيش أي إصابات أو ما فيش أي حاجة لقدر نقول إن هي خصيرة على أسدق السياحين الإنجليزية إصابات خفيفة ولا كلهم خرجوا من المستشفى بالسلامة؟ خفيفة لسه ما جلناش دلوقتي إذا كانت كل خرج إنما الإصابات المعلنة كانت خفيفة إصابات المعلنة كانت خفيفة طيب في الحالات اللي زي دي بيبقى إيه التصرف مع حديك بتقول ماس كهربائي تبقى ليه الأخبار اللي طلعت بيكون إيه التصرف في الحالة دي أستاذ مجدي؟ هو التصرف في الحالة دي أن احنا على طول يعني بمفروض أن طبعا معالي الوزير المحافظ ووزارة السياحة على طول تبتدي إنها تتحرك وتعمل لجنة إبارة أزمة ويتحركوا وفي المنطقة اللي هي موجودة فيها حتى وإن شاء الله نقدم كل خير قبل ما نقول إنها يحصل حاجة ونتعاون مع استطارة ونتعاون مع السواح إذا كانوا هيكملوا رحلتهم ولا طلبين العودة وفي نفس الوقت مفروض نشوف ونقلل للعالم كله إن المركز آخر مرة تم الإتراف عليها من هيئة السلامة البحرية وإن دائما موجود عندنا الأماكن بتاعة الإنقاذ ودائما في كل مينة من المواني موجود اللانشات بتاعة الدولة لسرعة الإنقاذ وسرعة التحرك والتصرف على أساس إن يبقى العالم كله يعلم إن إحنا في خلال الأزمة تحركنا بالشكل العالمي المطلوب وإحنا في مصر دائما ما نتحرك بشكل عالمي وبشكل كوالي هل بيشرف أستاذ مجدي على صيانة اللانشات وعلى صيانة وعلى المتابعة لحالتها يعني هل بيبقى فيه إشراف عليها بشكل دائم ولا دي حاجة خاصة بأصحاب اللانشات فقط لا 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 فيه إشراف دائما دائم من هيئة السلامة البحرية وفيه سرخيز بتجدد وفيه رقابة بتتم وفيه لجان بتروح وبتفتش على المراكب وفيه المراكب اللي بترجع من رحلات السفاري لو كان فيه أي ملاغ من السائحين عن أي مثلا تصرب مية هم شايفين أنه هم دوت له أو يعوق السلامة البحرية على طول بيتم إيقاف المركب لحد لما يبتدي علاج الشكوى اللي كانوا بيغوصوا أو كانوا بيعملوا رحلة السفاري على المركب فده الكنترول موجود يعني من هيئة السلامة البحرية ومن المحظة ومن جميع الجهات اللانشي ده خاص ولا تابع لجهة لا واللانشي خاص من تابع لجهة معينة أو واللانشي خاص بتاع مالك خاصلية أيوه في حالات سفارية أيوه تم التواصل معاه وعارف طبعا المشكلة ولا هو جوى مصر ولا خارج مصر لا أكيد طبعا صاحب المركب يعني هو برضو لازم يكون فورا يقدر إنه هو يتحرك لأن صاحب المركب هو كمان في يعني هو في مشكلة ذات نفسه لأنه مركبه واستثماراته وملايينه اتحركت بجانب إنه هو كده كده عنده عقود جاية هو ملتزم بيها لازم هينفذها لأنه هو متعاقد على الموسم كله فلازم نفذ التعاقدات بتاعته تبقى للتعاقدات اللي عملها يعني حتى لو مركبه تحركت لازم ينفذ على مراكب أخرى نعم نعم التزاماته بالتعاقدات يعني هو حضر هو كان حاضر هذه المشكلة والله أنا لا أعلم إذا كان هو بنفسه مالك المركب حضر أم لا يعني تمام تمام نتصرف بكل نسمع خير نسمع خير بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مكدي صادق شكرك فندم شكرا جزيلا بسبب نقص الريال السعودي ثلاث عملات عربية متاحة أمام الحجاج طبعا إحنا كل سنة وحضراتكو طيبين ومقبولة ومتيسرة يا رب من كل اللي ليهم نصيب السنادي وكرمهم ربنا بالحج هنا دلوقتي في موسم الحج الحجاج بدأوا يسفروا لأداء المناسك بعد بس في مشكلة حقيقة بتواجههم مشكلة اللي بتواجههم إيه؟ إنه فكرة توفير الريال السعودي مش موجود العملة في البنوك البنوك ما بتديش غير 500 ريال الناس بتقول طيب 500 ريال بيكفوني الحج إزاي؟ هل فيه زي ما بنقول كده طرق تانية ممكن يعمل إيه الحج وهو مش عارف ياخد خير 500 ريال خليني أراحب بيه دكتور هيني أبو الفتوح الخبير المصرفي دكتور هيني مساء الخير خير يا فندم كل سنة وحضرك القيبة والسادة المشاهدين وحضريتك طيب وحضريك طيب دكتور هيني البنوك بتوفر كم يا فندم للحجاج؟ هو يعني البنوك بتختلف من بنك إلى آخر في توفير العملة شركات الصلافة والبنوك حطت وضع يعني عملت حد أقصى لصفر ريال السعودي خلال البطرة الحالية فبعض البنوك حددت مبلغ 900 ريال السعودي لشخص المسافر للحج ولو مسافره مع زوجته بيتم تخصيص ألف ريال سعودي وزي ما سمعنا أن بعض البنوك أعلنت أنها هتوفر الحد الأقصى لشراء الريال السعودي للحجاج وبنوك تانية بتسيب الحد الأقصى لبيع الريال الموظف خدمة العملة في القرع بيحدده بناء على ظروف كل عميل وممكن يتراوح الحد ده بين ألف ريال أو يمكن في بعض الحالات إلى ألف دولار يعني 3750 ريال أما بالنسبة لشركات الثرافة فده يعني ده مش قرار بنك مركزي فندم لا لا ما فيش قرار بنك مركزي بنك المركزي مالوش علاقة بالتحديد آه ده بيرجع لمدى توفر العملة لدى البنوك ولا شركات الثرافة وطبعا معروف أن شركات الثرافة بيبقى عندها مورونة أكتر في بيع الريال السعودي أو الدولار الأمريكي على حسب المتاح عندها طيب بنتكلم أنه شركات الثرافة نفسها مطلعة تصرحات وبتقول أنه هي ما عندهاش يعني ده ما عندهاش ريال سعودي أنا بتكلم على شركات الثرافة هل فيه رقم محدد الناس ممكن تبدلوا من شركات الثرافة حتى حتى حضر حضر الليمت زي البنوك؟ هو بعض الشركات ممكن بتحط الليمت زي البنوك اللي هو 500 ريال السعودي إنما ده وفقا لحجم المتاح عندها لأنه ممكن يكون فيه شركات صرافة عندها المتاحة من الريال السعودي أو الدولار الأمريكي مبالغ أكبر وده بالنسبة لشركات الصرافة الكبيرة وده بيتم تقييمه على حسب احتياج العميل وعلى حسب إذا كان يعني فيه معرفة صادقة مع العميل وظروفه واحتياجه للعملة طيب بنتكلم على إنه ده الكاش اللي بيبقى في إيد الحجاج ماش كده؟ تمام ممكن يستخدموا الفيزا الزيب في السعودي هو الفيزا يعني زي ما احنا عارفين حدود بطاقات الإيمان دي تم تعديلها من عدة شهور فمعروف طبعا إن البنوك هنا في مصر بتسمح لعملها إنهم بيستخدموا بطاقاتهم المصرفية المرتبطة بحسبهم بالجنين المصري لبطاقات الديبت كارد أو بطاقات الـ ATM بيقدروا يستخدموها في أي دالة اتيام أو ديبت ده بيقدروا يستخدموها في أي بلد تاني عشان يشتروا أو يسحبوا فلوس عملة البلد اللي هم مسافرين فيه بس يعني زي يعني علشان منع سيئة استخدام العملة وصحبها من البطاقات من كم شهر كل البنوك قررت إنها بتفرض حدود على استخدام البطاقات بره مصر بمعنى إنها خفضت الحدود الشهرية المسموح بها للصحب النقدي أو المشتريات وده بينطبق على بطاقات الـ ATM أو بطاقات الخصم المباشر اللي هي بتكون مربوطة على حساب العميل وكمان بطاقات الـ ATM اللي هي الـ Credit Card الإجراءات دي تم تنفذها زي ما قلت لحضرتك علشان لقوا من بعض العملة بيستخدموا بشكل غلط فيه البطاقات بيستنزفوا بيها النقد الأجنبي من البلوك نعم طيب الحد كام لو الحج من دول عايز يستعمل البيع والشيرى أو الشيرى تحديدا مشترواته من المملكة حدود استخدام الفيزا في حدود قد إيه مصري يقول له أنت ممكن تصرف في حدود قد كده مسموح لك مصري دي بتختلف من بنك لتاني وبتختلف على حسب نوع البطاقة إيه لأنه يعني فيه بطاقات عملاء الـ VIP بتختلف على البطاقات المرتبات بتختلف على بطاقات الحسابات العادية فكل بنك عنده حدوده الشهرية واليومية يعني ابعدنا عن الـ VIP حيعرفوا يتصرفوا ربنا يكرم الشخص العادي يا دكتور هاني في حدوده إيه لو هو معاه الفيزا بتاعته ATM دبت يعني يقول لي كل حاجة في حدوده قد إيه تقريب زي ما قلت لحضرتك البنوك بتختلف من بنك الآخر يعني مش ما فيش حد أوليمة محدد يوميا بيستخدموا 38 بنك بتختلف على نوع البطاقة إيه متوسط إيه معاش كده بقول لحضرتك النوع البطاقة عشان بس نطمن الناس لأنه 500 ريال مش حياتر للأسف المتوسط مش كدير أهم لا يحضر أمام دلوقتي الأرقام لأنها مختلفة ما بين البنوك ولكن للأسف لا المتوسط مش كدير برضو بنكلم في 500 ريال ولا أكتر ولا بالتأريب أعتقد يعني أنا مش عايزة دي رقم يعني يعني يكون غير دقيق إنما أعتقد يعني يمكن 100 دولار في اليوم أعتقد هو ده 100 دولار في اليوم ده هيل جدا ياريت أعتقد ولا مش متأكد حقيقة لأنه الرقم مش قدامي بس أعتقد هو ده اللي يصطح ده في زيني أتمنى لو الرقم ده حقيقة ياريت يعني ده يبقى عظيم وأتمنى كده يبقى لينا مدخلة تاني ممكن يكون بكرة لو حضرتك عرفت الأرقام بتقريبا قد إيه عشان نطمن الناس بس فان إن شاء الله شكرك دكتور هاني شكرك فاني شكرا جزيلا فنان النجمة محمد رياد أعلن إنه المهرجان القومي للمسرح في دورته هذا العام باسم الزعيم عادل إمام لازم أحيي على سنادي إنه يبقى الدورة باسم زعيم عادل إمام لازم أحيي الفنان النجمة محمد رياد رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري محمد إزايك أخبارك إيه؟ علو إزايك يا مدام عزة أوبطي رياد إزايك أخبارك أنا تمام الحمد لله لا هتقول لي مدام عزة هقولك أستاذ محمد فعلشان بس لا لا أعطى رأس العالم إزايك أخبارك الله يسلمك الحمد لله تمام حلوة قوي لاختيار فكرة الدورة تكلمني جات لك الفكرة إزاي ويخدت فيها وقت والله على طول كنت واخد القرار والله أنا أول ما معالي وزير التقافة دكتورة نجيني كيلاني تكلفتني برئاسة المهرجان أعلى وأنا أول حاجة جات في دماغي هو إطلاق اسم دورة الدورة بتاعت المصرح المصري دي الستاشر باسم فناننا العظيم الكبير القيمة والقامة الأستاذ عادل جمالي أي وأنا الحقيقة كنت يعني عايزين نحتفل به يعني مش مجرد أنه إحنا بنطلق اسم الدورة أي إحنا عايزين نحتفل بفناننا العظيم العظيم اللي إحنا بنختخر به كلنا كمصريين طبعا فإحنا عم بنا احتفالية أكتر بالأستاذ بالأستاذ عادل عجبني البوست قوي يا رياض أنا حطع الشاشة دلوقت آه والله طب الحمد لله الحمد لله أعدنا والله كتير عشان ندور على حاجة طليق بالأستاذ عادل آه لأ جميل يعني عايز أقول له حضرتك البوست ده أعدنا فيه مثلا بتاع شهر ونص آه يا أبنجيب ونحط ونشير ونحط عشان نجيب حاجة طليق بيه وعادنا نفكر طب نجيب له صورة من مصرحياته أيوة لسه حسألك آه يعني لأنه لأ احنا مش بس المصرح يعني احنا آه صحيحنا بنقر بنطلق عليه اسم المهارجانة المصرح المصري احنا بيحتفل بعد المهام بعد المهام ما قدرش أخطصره حتى فيش اختياته المصرحية العظيمة صحيح اللي احنا بيعني بيكرم وبيطلاق اسم الدورة دي أيوة استاذ عبد الامام هو تاريخ عظيم كبير جدا في المصرح والمصرح يعني نقدر نقول مسرح استاذ عبد الامام انه كان طيارات بتيجي مخصوص عشان تتفرج على العرض بتاعه وترجع تاني طبعا طبعا كان سبب كبير في زيادة السياحة العربية طبعا الله عليك ده حليقة كانوا بيجي مخصوص يتفرجوا طبعا نعم 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 احنا يما كنت ساجم في شعر الهرم وكان الأستاذ أيوة في مصرح الهرم كان شعر الهرم بيقام قفل الشارع بيبقى واقف كله أيوة وكاننا بيبقى سعداء شعر الهرم ده كله بيبقوا يعني أشققنا العرب كلهم جايين يتفرجوا على أستاذ عدل الإمام فكانت حاجة يعني الواحد كان رغم من زحمة الشريعة كان بيبقى طرحان وخصوصا مفنان له مواقف كمان عظيمة في المصرح أيوة يعني لم حصل المذابح اللي حصلت أصيود صح وهو راح خاطر بنافسه وراح عرض هناك المصرح له مواقف كتير جدا جدا من خلال المصرح هو بيحب المصرح جدا فاحنا قلنا الأسرة المصرحية بتاعتنا المتمثلة في مهرجان المصرح المصري إن احنا نحتفي به والحقيقة عايزة أقوله حقيقة فيه واحد من الجمهور لعجل من الزم كتب كتب سلوغن كده حلو قوي عجبني كتب مصر فيها عاد الامام أيوه واحد كتب كده فيها حاجة حلوة الله مصر فيها أنا كتبت طف tips وارحة بعديها اللي مخفقة منه مصر فيها حاجة حلوة فيها عاد الامام فيها عاد الإمام صحيح فعلا يعني مصر فيها حاجة حلوة فيها عاد الإمام أي حد ليه علاقة بالميديا يا رياض وانت طبعا قابلت ده كتير يبقى مسافر برا الناس ما بتيجي تسلم عليه وتعرف انه هو مصري وشغال في المجال يقوله ايه عمرك شفت عاد الإمام بتشوف عاد الإمام ايه العظمة دي طبعا طبعا مصر بفننينها الكبار بعلماءها بيعني مصر ببولادها الحلوية ايه صحيح صحيح ايه اولا مش بتبسك على الهواء والله بس فعلا وجودك معايا وجودك معايا على الهواء ونتكلم عن شغلك ونتكلم عن الإدارة وبالنسبة لك ايه هيبقى مهم جدا بالنسبة لي فبس تأذينك لا يشرفني يشرفني طبعا طبعا يشرفني يعني عزيزة علينا جدا جدا وشرفني طبعا وشرفني كمان اكون في البرنامج الناجح الرائع ده طبعا حير ده شرف لي ده شرف لي هقولك على حاجة هقولك على حاجة من يعني من عشاءه ومن حقه علينا كلنا بما فيه منت بعيدا عن الجزء الشخصي حط في اعتبارك اسم الاستاذ محمود يسين في الدورات القادمة ارجوك ان شاء الله اي حساسية ده حقه لا احنا عملنا الدورة قبل قبل اللي فاتت كان باسم استاذ محمود يسين اللي قبل حلو تمام ايو ايو انا اسفة انا هكتبنا طبعا لا طبعا احنا حقه حقه طبعا الاسد العظام استاذ محمود يسين يا يا على العظمة يعني العظمة والقمة الفنية والفكر والثقافة والكارزمة والهيبة والصوت والاداء واللغة العربية كل حاجة والجان والجان ربنا يرحمه ويمد في عمره نجمنا الكبير الزعيم عاد الإمام واحنا عايشين على اسماءهم وعندنا فخر بسبب الناس دي انها موجودة كمصريين كانوا ما بيننا بشكرك شكرا جزيلا فنان انا اللي بشكر حضرتك بشكرك بي انا لدي التوفيق بشكرك على هذه اللفتة للأستاذ عاد الإمام وانا طلبت قبل كده بمناسبة الأستاذ عاد الإمام وابكرر طلبي اطلاق اسم النجم عاد الإمام على أي ميدان مهم أو شارع مهم في مصر بكرر طلبي تاني ده الحق من حقوق عاد الإمام علينا ده أجيال وراء أجيال وحيستمر اسم عاد الإمام ستة عظيمة ومشاهدينها عارفين عظمتها كانت قد إيه ده المشاهدين اللي ما يعرفوهاش ما بالكو بقى باللي آآ قبلها وخد منها مش عايزة أقول نصايح خد منها أحلى كلام في الشغلانة وفي المهنة وهي الله يرحمها كانت ستة جميلة جدا 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 على المستوى حتى الشخصي نهاردة الحقيقة كان خبر صادم بالنسبة لنا وهو وفاة الإعلامية الكبيرة الأستاذة فايزة واصف كل التعازي لأسرة الأستاذة الإعلامية فايزة واصف كل التعازي لأسرة ماسبيرو العظيم والأسرة الإعلامية عايزة أقول لحضراتكو أنه كنا بنلاقي حياتنا كنا بنلاقي حياتنا في برنامج حياتي للأستاذة فايزة واصف على المستوى الشخصي كانت شخصية رائعة راقية عارفين حضراتكو الشخصيات الجميلة المحترمة اللي من الجيل الراقي في تاريخ التلفزيون المصري هذه السيدة العظيمة السيدة فايزة واصف اللي كانت تقابل أي موزيع جديدة يا جماعة كانت تشجح وكانت تقول لها إزاي تبقى أحسن وإزاي تبقى أفضل وكانت بتفرح لنجاح زميلها مش بس في جيلها لأ والصغيرين اللي أصغر منها مش كده بقول لحضراتكو كانت ستة راقية جدا 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 وتفرح لنجاح أي حد في الدنيا لأنها كانت متحققة وكانت نجمة من نجوم ما سبيرو الله يرحمكي مدام فايزة قريت خبر من يومين وكنت عايزة أقوله لحضراتكم بارح بس كان الوقت ديق الحقيقة خبر لوزير المالية في فرنسا بيقول أنه لاحظ أنه المواد الخام لمنتجات الأغذية بتنخفض لكن الأسعار ده عنده في فرنسا لكن الأسعار في المحلات ما زالت مرتفعة وزي ما هي منخفضتش فعمل إيه بقى؟ اتفق مع الشركات بتاعت الأغذية أنها تخفض الأسعار من أول إبريل وإنه أو من أول شهر محدد يعني وإنه لو الشركات ملتزموش هيفرد عليهم درائب لأ أنه الأسعار أغلى من ما يجب أن يكون فبالتالي قال للناس دي للتجار زي ما بيقول عندنا لو ما نزلتوش الأسعار أنا هفرد عليكو درائب أكتر لأنه كده المواطن مش مستفيد بانخفاض الأسعار لأنه في الأصل المواد الخام نزلت هل هو عنده أليا لده؟ والأليا دي مثلا هو كوزير مالية فرنسي الأليا دي مش موجودة عندنا في مصر هو تعامل معهم من أي زاوية تقول لي سوق حر إحنا في سوق حر تم فرنسا سوق حر على الجانب الآخر تلاقي تراجع في أسعار الحديد ألفين جنيه تلاقي المواد الغذائية بسكندرية بتقول ألف جنيه انخفاض في طن الرز والشعير وثلتمائة جنيه للسكر تراجع 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 لكن أنا كمواطن بنزل أشتري بحجم التراجع اللي بنسمع عنه؟ لأ مش دخل أخناق على فكرة لكن بالعقل عايزين نعرف الموضوع إيه وليه طالما ده سوق حر وده مش سوق حر ما عندناش ألية للتعامل سوى الرقابة ومتابعة المستهلك ولا حماية المستهلك بس خليني راح بسية ناية محمد أعطي ألفا يومي مساء الخير سيت النائب ألو 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 سيت النائب طيب أنا أنا مش سمعي أو هو مش سمعني لكن أنا حبيت أقول لحضراتكم وزير المالية الفرنسي يعمل إيه وأرجوكو لو في ألية نقدر نستخدمها غير فكرة الرقابة اللي المواطن مش حسس بيها وحماية المستهلك اللي برضو المواطن مش حسس بيها ولما بنتكلم مع حد بيقول لنا ده سوق حر فلما لقيت الخبر ده قلت أقوله لحضراتكم ولو عندنا ألية يريد نستخدمها سيت النائب مساء الخير فان مساء الخير أهلا وسام سيت النائب فرنسا سوق حر ومصر سوق حر ولما بنتكلم في الأسعار بتردوا علينا وبتقولوا لنا إحنا ما نقدرش نعمل تسعيرة وإحنا مش طالبين تسعيرة بالمناسبة لكن مطلوب وقف لهذا النزيف في ارتفاع الأسعار وفي ألية عند وزير المالية الفرنسي ما عندناش أي ألية لوزير المالية المصري بص يا حضرتك والموضوع أصلا أن السوق لازم تحكمه القواعد وهذه القواعد الحكومة تبع مسؤولة عنها لأن الحكومة الدورة في النظام الديموقعات الحر عبارة عن منظم ومراكم وعندها آليات تتدخل إذا آليات السوق دي ما اشتغلتش بكفاءة وبحرية أهم آليات السوق حرية العرض وحرية الطلب حرية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية الشفافية في إعلان السعر بدون خمس مبادئ السوق لازم يبقى هما بيحركوه عدا ذلك أي تدخل آخر بيبقى تدخل مفسد وزير المالية للفرنسي عنده أداء الأدوات قوانين الدرايب وعندنا إحنا قوانين للدرايب نستطيع أن نستخدمها عندنا أجهزة أخرى كثيرة لا خليني في الدرايب بعيدا عن أجهزة الرقابة وحماية المستالك عشان الناس مش حاسة أنهم بيعملوا حاجة لا مش حماية المستالك لا لا مش حماية المستالك حماية المستالك أحد الأجهزة ودوره قد يكون لسه مش بايد لكن عندي شكرك شكرك على هذا التصريح جهاز زعم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ده جهاز مهمة قوي قوي وأغلب اللعب في السوق بيبقى ممارسات احتكارية والجهاز نايم ما بيشتغلش ده جهاز اللي نايم اللي هو منع الاحتكار في هزم منع الاحتكار والممارسات الاحتكارية والحريط المنافسة نايم ليه بقى يا حضرتك الجهاز زي عنده قانونه فيه عقوبات مشددة بتوصل لعقوبات أنه يستطيع أن يفرض عقوبة بملايين جنيهات ملايين جنيهات طب هو فين موجود مشكل بقانون بص حضرتك نعم احنا بنتكلم على دور الدولة حضرتك هنا الدولة هنا هم الأسهل عند الدولة يعمل ايه زي ما حصل في موضوع الأرز إن طلع السيد رئيس الوزراء قرار بالتسعيرة اختفى رز ايه ورز بقى علف بعد ما كان عندنا رز يكفي للسلاك المحلي ويزيل للتصدير اه باستوردنا رز تمام وزادة الأسعار بقت زيادة فلكية ايه احنا التدخل الحكومي يجب أن يكون تدخل رشيد في إطار الأدوات اللي موجودة تمام انا عندي أجهزة لمكافة الغش احنا عندنا الغش في مصر في الأسواق تحدثي ولا حرك يعني عندنا عندنا آليات زي دهاز منع الاتقار وإيه كمان يا فندم وعندنا وعندنا الدرائب وعندنا خانون التعاقدات الدرائب مين الدرائب مين اللي المفروضة الدرائب دي وزير المالية فندم دي وزير المالية زي ما عمل وزير المالية الفرنسي يقدر يعمل أكتر من اللي عمل وزير المالية الفرنسي يقدر يعمل كده مع التجار ذلك التعقدات لازم التعقدات تبقى فيها حرية منافسة التعقدات في مصر ما فيهاش حرية منافسة لان فيه جهات مستثناء ومتى فيه استثناء فيه اي قانون اعرفي ان القانون انتهى عندك ايضا من ناحية الاهم حاجة الجودة والمواصفات دي وظيفة الدولة يعني انا النهاردة مسؤول عن مواطنية ان انا قدم لهم سلعة سليمة من حيث سلامة الغذاء وسلامة الدواء والجودة مويدعكش علي لكن احنا عندنا السوق الاجهزة دي يعني فين خير الله ما اجعله خير على فكرة كل الاجهزة دي مشكلة ودها قوانينها اقصد فين يعني هتصحى امت هو هو بص احنا ثقافة المجتمع بتاعنا دائما نطالب الحكومة بالتسعير التسعير خطر وضد آليات السوق لا ما بقولش تسعير لا ما بكلم على ثقافة المجتمع والحكومة نفسها تعب تستسر خصة التسعير دي رغم انها تعلم ان في النهاية العقوبة ما فيش عقوبة خطر الحضرتك لكن بتؤدي الى الممارسات بالسوق نعم انا لو قدرت الخمس الخمس حاجة لنا قلتهم عن سعادتك اهليات سوقية نفزناها والحكومة كمنظم ومراقب وعندها اجهزة بالزبط كل جهاز يعد دوره السوق في مصر هنضابط انا هقول لحضرتك انا رسا كنت في جنيف وراجع اول مبارا ايه وكنت مهتم قوي ان انا شوف السوق حالته ايه ايه قال المصريين اللي هناك الاسعار عندكم زادت قال لنا زادت في حدود 4-5% ورجعت تاني قال لا 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 رجعت تاني ورجعت تاني عمرنا ما في حاجة اصعارها رجعت تاني وعندنا السرعة تطلع ما تنزلش ايه ايه فهو احنا عندنا الاليات غلط ودور الدولة لازم يبقى اقوى من كده في اطار القانون وفي اطار القواعد العامة اللي بتاعكم اسواق العالم بتمنى باتمنى يا سيد ان بحضراتكو في البرلمان يعني يعني والله يبحث تتولوا المهمة دي نبقى منشتغل عليها في الاعلام ونشتغل عليها في البرلمان انه الاجهزة النايمة دي تصحى انا فكرة انت عندك برنامج مسموع ومش براملك والله لا بس حضراتكو مجلس النواب واحنا بنبقى معاولين عليكم ارجوكو خدوا القصة دي قضيتكو وحسيسوا مرة المواطن المصري ان فيه سلعة بتنزل وبتطلع وبدوركو ممكن السلعة دي تنزل تاني ارجوك ما ارجو هذا يا رب يا رب شكرك سيت النائد شكرك فاند شكرا كزي قبل ما اطلع فاصل عايزة اقول لحضراتكو ان مصر كلها هتتفرج على ماتشو الاهلي والوداد طبعا النهاردة تحليلات وسيناريوهات كتير عن الماتش اللي هيبدأ الساعة عشر كل تمانياتنا بالفوز طبعا لنادي الاهلي لكن زي ما بقول حضراتكو فيه سيناريوهات كتير فيه تحليلات كتير خليني اعرف توقعات ايه اللي هيحصل النهاردة في مباراة تتويج بطولة افريقيا من خبير الفلك عبد الرحمن بصل سيد عبد الرحمن مساء الخير اهلا وسهلا مساء النور يا فندم ايه اللي هيحصل النهاردة ان شاء الله شكرا بيك يا عز هانم وطبعا بطالة التحرير وصالة البلد اللي هي طوط البلد كلها وما وراها اشكرك فندم بإذن الله المباراة النهاردة السيناريو بتاعها هيكون واحد واحد او اتنين واحد لصالح النادي الاهلي ثانية واحد التعادل التعادل او التعادل واحد واحد او اتنين اتنين التعادل بقى أي نتيجة بس هيكون في أهدك مش هيكون التعادل سلب هيكون التعادل إيجابي أو في مكسب هيكون لصالح النادي الأهلي يا إما 2-1 ما أنا فاهمه 1-1 أو 2-2 وفي الحالتين هيبقى الأهلي هو اللي فيز وممكن في السيناريو الأكتر إنه ممكن مثلا يتروح لضعابات ترجيح والمباراة دي هتبقى مجدودة جدا وهيبقى فيها إنزارات وممكن كهود صفرة وكهود حمرة وغالبا هيكون في ضربات جزاء أثناء من مباشرة غالة إما للنادي الأهلي أو للنادي الوداد لكن بإذن الله هنبارك للنادي الأهلي في النهاية وهيجي من المغرب وهيطوق بطل من المغرب إن شاء الله أي الحكم هيبقى وضع إيه عشان ناس خيفة من الحكم الحكم والفار يعني مش عايز يعني إلى حد ما إحنا معنا ربنا يعني شوية الحمد لله النادي الأهلي تحط في مواقف أصعب من كده بكتير أي وحق النتيجة لأن بفرح 80 مليون مصري ومش عايز أقولك الجماهرية بتاعته والشعبية اللي في الدول العربية كمان لو الأهلي لو الأهلي فاز النهاردة هيبقى ليك معايا حلقة على الهواء حاضر وحاجة تانية النهاردة 15 النهاردة 16 والبطولة دي طاقم 11 بالنسبة للنادي الأهلي من ضمن المفارقات الجميلة اللي فيها إن شاء الله أي أي بإذن الله نبارك لمصر كلها ولنادي الأهلي إن شاء الله أقدر أقول سريعا كده مين هيجيب الأهداف سواء ضربات جزائح ممكن الشحات حسين الشحات هيكون ضدور وممكن بيركتاو وكهرباء لو هيشتغل شوية بإذن الله هيبقى فيه أهداف من الثلاثة اللي أنا قلت عليهم أي واحد منهم ممكن يسجل أو يهدف إن شاء الله طيب لو القصة دي بتاعتك النهاردة نجحت هيبقى لينا حلقة في حاجات أقوى من كده أنا شارف وطمعا وفضل البلد وبيلو يا رب يا رب أشكرك يا رب النهاردة مصر تفرح بفوز الأهل لينا لينا كلام تاني مع بعض بشكرك شكرا جزيلا بشكرك فانت أستاذ عبد الرحمن بصل اللينا إيه اللي حيحصل النهاردة وأتمنى كده إنه توقعاته تطلع صح هطلع فاصل هتشرفني بعد الفاصل أستاذ داليا جميل استشاري الطب النفسي انتظرونا رحب حضراتكو مجددا وبرحب ضفتي دكتورة داليا جميل استشاري الصحة النفسي أهلا بحضرتك معي من ورانا دكتورة داليا عندي أسئلة كتير بس عايزة بكرة متحنات السنوية العام البعبع يا رب نخلص بقى من قصة البعبع بتاع السنوية العام ما دي معرفش إزاي بس بتمنى إن احنا نخلص يا رب نقول إيه اللي لدي بقى كده الأهالي أولياء الأمور يبتدوا أو يبطلوا إيه أو يتعاملوا إزاي مع الطلبة والطلبة يهدوا نفسيا كده وهم راحين بكرة بالنجاح والتوفير والتيسير ليكو يا رب والله سنوية العامة زيها زي أي سنة دراسية إحنا إحنا اللي مجدينها أكبر من حجمها كأهالي بس إحنا كنا كده وإحنا طلبة وإحنا كنا كده وإحنا أهالي محمودين مورثات أيوة بالزرعة الأهالي لأن هي سنة تحديد مصير ولكن إحنا لو اتعاملنا معاها زي أي سنة دراسية عادية هتعدي في حالات كتير جدا طلبة بتجي لهم panic attacks حالات هلع بسبب الرعب والضغط من الأهالي وسقف التوقعات كأن ابني جاي الدنيا يحقق أحلامي ابني جاي الدنيا يحقق أحلامه هو مش أحلامي أنا انتبهي هو اللي عنده أحلام مش أنتي بالزبط فبالراحة الولاد يناموا بدري النهاردة قبل النوم بنراجع مراجعة بسيطة بنعمل schedule بنمشي عليه للأيام اللي جاية لا يكلف الله نفسا إلا وسعى بالراحة على نفسكم وبالراحة يا أمهات على أولادكم أنا حالة ابني النفسية عندي أهم من تفوقه الدراسي ده دي أهم حياتي لأن لو دخل في أزمة بالزبط أنا ما كسبتش أنا خسرت أنا بقول للطلبة اسمعوا كلامي يعني متسمعوش كلام دكتورة داليا لا اسمعوا كلامي تفرجوا على المواتش النهاردة افصلوا افصلوا شوي يا ريت وفقاني يا ريت طيب طبعا يا ريت لأن المخ أنا لما بدخل فيه داتك كتير يهنج خلاص أنا مش هعرف أحصل حاجة واحسن وقت للمذاكرة بعد صلاة الفجر تدقى من خمسة ستة الصبح ده بيبقى المخ فرش وبيبقى التحصيل فيه عالي وكويس ونقعد ساعة ونقوم نلعب عشر دقايق ناكل حاجة نشرب حاجة بالراحة يا أمهات على الولاد لو سمح مشكلة مش في الطلبة مشكلة مش في الولادة مشكلة في الأهل اللي هي لو شايفت ابنها قام خمس دقايق رايح قعد زاكر قعد ما تتبعيش قوي سي بي هو مفروض ان هو كبير ومسؤول وعارف هو بيعمل ايه لواحد داخل الجامعة خلاص خلاص يعني من دلوقتي نقول لها ما تقولش لابنك عادي زاكر بالزبط ولا لبنتك بالزبط طيب سؤال تاني في نفس السياق طيب انتي مع فكرة اللي احنا كنا بنعمله أنا بعترف واللي كانوا أهلينا والله أهلينا ما كانوش بيعملوا برضو كانوا أحدى منينا شوي أول ما يرجع للمتحان أو ما ترجع ها عملتي ايه كم سؤال غلط ورجعتي ولاقيتي أسئلة صح باستيس باست خلاص أنا كتبته خلاص قفلت المادة دي وابتدي أشوف المادة اللي بعدها لكن أمسك ابني وقعد واشوفه انت زي ما جاوبش السؤال كده أنا كده بضمر نفسي ما انت عارف ما انت عارف إجابته ما احنا مجاوبينه يعني ايه أنا كده بضمر له نفسيته وبعدين دراجل في سنوية عامة قعدة راجع مع ايه أنا مالي المفروض انه هو وصل لمرحلة انه هو بقى مسؤول عن نفسه كفاية لو لا قدر الله لا قدر الله بنت جت لأمها أو ولد جيل أهله ومنهار انه محلش كويس نحاول نخفف الدنيا على الولاد ونفهمهم ان احنا ما نفكرش في اللي فات عشان ما نخسرش اللي جاي يعني تفكرنا في المادة اللي فاتت هيخلينا نخسر المواد اللي جاي ايه وبالراحة على ولادنا وبالراحة على نفسنا وكلكم هتنجحوا ان شاء الله وتخشوا جماعات وتبقوا زي الفن ابشاروا بصوا جمال ان شاء الله بإذن الله نروح بقى الموضوع التاني مهم اوكي الطلاق كتير اوي نسبته كتير وكانوا زمان يقولك الطلاق في السنة الاولى اعلى نسبة وبعدين شوية يقولك في معرفش الخمس سنين وبعدين شوية يقولك سبع سنين المفاجأة دلوقتي انه فيه طلاق بعد خمستاشر وعشرين سنة وخمسة وعشرين سنة ايه بغض النظر عن ده بس عايزة اسألك فيه انه السنوات الاولى من اسباب الطلاق الكتيرة يقولك تدخل الاه يس حدود الحمى ايه طيب خلينا متفقين ان احنا دلوقتي اول تلات سنين هم اصعد تلات سنين هم اللي فيهم التشالج او التحديات انشت تلاتين سنة لا لا هم اول تلات سنين لان كل واحد جاي من باكراوند مختلفة بيبتدي احنا مهما تخطبنا لما بنعيش مع بعض في بيت واحد مهما كانوا صحاب عدد سنين مهما مهما ومهما تخطبوا سنين كتير ومهما احنا لما بننزل في القلب الواقع الدنيا بتختلف بنبتدي نشوف طباعة مختلفة حاجات مختلفة حاجات احنا ما شوفناهاش في فترة الخطوبة حاجات احنا ما تعودناش عليها انا جاي من بيت اهلي بنوتا مدلعة مامتي مدلعاني وبابايا مدلعاني مرة واحدة ترميت في مسئولية لقيت نفسي مسئولة عن زوج وبعدها بشوية حمل واعراض غريبة بتحصل لي تغييرات هرمونية في جسمي الزوج بقى مسئول من بيت من أسرة من زوجة اوقات بينزل ويسيبها اوقات بيروح يلعب بلايستيشن مع صحابه انا موافقة ما هو من حقه يخرج حقه هي كمان من حقها تمام فالدنيا بنتخض فبيحصل الطلاق بيحصل الطلاق ليه؟ عشان البنات ما بيستحملوش والولاد كمان ما بيستحملوش لكن احنا لو عدينا اول ثلاث سنين ممكن نعدي بعدها حاجات كتير لانه هما اصعب ثلاث سنين لاني جاية من بيت جراوند مختلفة جاية من حتة انا متدلعة مش شايلة مسئولية فجأة جسمي بيتغير هرموناسي بتتغير ببقى مسئولة عن راجل بأكله وشربه وبيت وبيبي في بطني بكاولادة وهو ليه طلبات بالزبط وبالنسبة للزوج بقى فيه عليه ضغوط وبقى هو ليه طلبات بالزبط ولو هي بتشتغل فهي بتعطي فترة في البيت رعاية للطفل حياتها بتتغير ما بتقدرش شوف صحابها زي الاول ما بتقدرش تعمل اكتفيتز بتاعتها فانا عايزة اقول لكل زوجة تدي فترة مؤقتة مش هي دي الحياة هتستعجلوش في اتخاذ القرار مش هي دي الحياة الحياة هتبقى جميلة بالبي وهتعيش طفلتك مع ابنك حتى لو فيه حد ما عاش طفلته لظروف مثلا قاسية في البيت او كده انت تعيش طفلتك مع ابنك وهتستمتعي وهتشوفي حاجة منك قدامك بتجبر قدامك وبتعلميها وبتأكليها وبترعيها كبريها فيه سعادة فيه سعادة بس هي اول ثلاث سنين عدوها يا جماعة والله كل حاجة هتبقى بسيطة حدود الحمى ايه في التدخلات؟ حدود الحمى الحمى للبنت والحمى للشاب والشاة لا هي الحمى ملهاش اصلا تدخلات يعني ايه حدود؟ هي ملحة هي ملحة انها تدخلات ما انا برضو خدي بالك انا مش عايزة كلام كتب لا ماهو ده مش كلام كتب انا عايزة كلام انا جايلك انا جايلك من نفس الحتة انا حمى اه انا حمى وعندي مرات ابن وعندي جوز بنت انا مالي هو انا ليه ادور في حياتي ان انا بربي كويس وببقى وثقى في تربيتي ووثقى في اختيارات ولادي ده لو انا اصلا ربيت كويس خلاص هو اختار هو يتحمل نتيجة اختياره هو عنده مشاكل لو جي اخد رأيي في مشكلة انا هعمل له سابورت وهدعمه وهساعده وهعمل له كل حالة في اي قرار عايزه في اي قرار بيأخذ اه طبعا يعني لو جي قالك انا متخانق مع امراتي وعايزة تطلقها هتقولي له تمام انا معاك تطلقها لا طبعا امه ليه لا الا خراب البيوت اه هاعط بقى ساعتها وهجبها وهنتفاهم بس هو الحمد لله انا ولادي يعني سواء البنات او الولاد هما يعني ما وصلناش للحياة لا لا انا بتكلم بشكل عام بشكل عام طبعا تقعدوا تجيبوهم وتحاولوا تحلوا المشاكل لان احنا الجيل ده احنا احنا اكبر عندنا اكسبيريينس عندنا وعي مرنا بازمات كتير في حياتنا المقولة مفيش بدود للحمة لأ هو الحمة ملهاش انها تدخل في حياة مرات ابنها خالص خالص انت دورك في الحياة بقى استشاري مش اجباري تدخلي ليه انت تقولي اصله ما بتأكلوش اصلها مش عارف ايه اصلها بتطب انت مالك هو مش راجل هو راجل هو ابنك ده ايه انت كده بتقليلي من ابنك وبتصغريه يعني انت لما تروح تتكلمي مع مرات ابنك انت كده بتصغري ابنك ابنك ده راجل انت عندك راجل هو زعلان من حاجة هو يتكلم انت تدخلي يا ست الكل عيش انت بقى حياتك اه طلع يعملي عمرة اه سفريلك سفرية حلوة استمتاعي بقى انت تعبتي وربيتي وكبرتي مش ليش هم اولادك يعني ايه ابن امه كلهم ابن امه اه اوكي كلما لما جميلة جدا ابن امه طب يا ابن امه امه اللي هيبقى ابنيني بس هي السوشيال ميديا عملت لا يعني ابن امه انا معاكي طبعا السوشيال ميديا بس ابن امه بمعنى اللي هي البنت تكلم امتها مثلا او باباها مش معقولة يا ماما كل ما اقوله على حاجة يقولي طب هاخد رأي ماما طب استاني اما شوف ماما هتقول ايه اه لا كده هو عنده مشكلة حتى هو لو هيبيحكي لمامته كل حاجة مينفعش ان هو يمنشن ده لمراته يعني هو حلو ان هو يبقى مدخل حد او ماما قالت كذا او ماما اعتردت ماما موتها لا هو ماما ده صع يعني هو مينفعش يعني الست تحس ان حماتها هي اللي بتحكمها مش جوزها تحس ان جوزها مش صانع قرار ازاي هتحترم يعني لما كل حاجة يقولها اروح اسأل ماما يعني هي هتحترمه ازاي يعني انا في حد برا جوزي هو اللي ممشي بيتي وبيختارلي اكيد ده هيدايق يعني حطي نفسك كده مكانها اكيد هتتدايق واحترامي الجوزي ساعتها هيقل لما حس ان هو مش صانع قرار مش قادر ما يعملش حاجة من غير ما يرجع لمامته انت معه ان هو حتى من باب الخبرة انه يستشير امه ده مش عيب لكن لا يبيح بالزبط ما يقولهاش ما يحطش كلمة امه في جملة مفيدة بالزبط يعني لو انت مثلا الرفلنس بتاعك باباك او مامتك دي حاجة كويسة لان اي ام في الدنيا طبيعية ساوية يهمها جدا نجاح ابنها في حياته هو فيه امهات مش طبيعية اوه كتير بيعملوا ايه؟ حب تملك حب تملك بيتغير بصي احنا كلنا كأمهات فيه امه بتغير على بنتها او ابنها بس بتغير ازاي؟ ما هي المفروضة عايزة باسعيد هقولك ايه هي الغير؟ الغيرة ده احساس فطري طبيعي عند اي كائن حي طالما فيه حو ولكن الغيرة دي ما تبقاش باكستريم وما تخرجش براية تدمر حياة ابنه انا بغير على ولادي بس غيرة حميدة مش الغيرة اللي تأذيه مش الغيرة اللي تدمر حياته مش الغيرة اللي هو لأ ما تخرجش معاها وما تقعدش معاها تعلالي لأ ما تبقاش كاد لكن ما تدهاش مش كل ما تطلب حاجة تديها واخد بالك اوعى لفلوسك واخد بالك هي بتفكرش في مصلحتك مش حاسة انت بتتعب قد ايه دي مبزرة ده اللي بيحصل لها بتخرب حياة ولادها يعني أنا النهاردة مفروض الامة ما تقولش الحاجات دي طبعا لأ طبعا طيب يعني ايه بنت امها او ده انا يا جماعة مش متجاوز البنت دي بس ده انا متجاوزة هي وحماتي اللي هي تقوله لا اصل ماما قالت ماما عملت ماما لا لا طبعا مش طبيعي يعني أنا النهاردة لما ابني هيجي كل يوم يقولي او بنتي انها تخنقت مع جوزة وانا طبيعي هكره جوزة ايه اه لان انا ما عنديش فلتر انا ام ايه مش هعرف افلتر اما اما يروح تروح تحكي ان جوزة هتخنقت معاها ان هو قال لها كذا طبيعي انت بتفسدي علاقة امك بجوزك فمش كل حاجة يا جماعة بتتحكي للام فيه قنوات شرعية عندي مشكلة اروح لحد متخصص اتكلم معاه نقعد نناقش نفتح ورقنا نشوف فين المشكلة هو هيساعدنا هو راجل فاهم او ست فاهمة هيعرفوا يساعدونا ونوصل لحل بدل من شيل الاهالي شيل الاهالي ايه ده فيه شباب بنات او يعني شبات او شباب بيبقى فيه نسخة مفتاحهم مع امها او مع امها ايه كلام ايه كلام الكلام ده فين فين الحياة فين الاستقلالية وفين البرايفسي وفين حياتك فين حياتك انت كيان مستقل خلاص انت خرجتي من قلب كيان عملتي كيان مستقل بالمفروض الام تورفود ده طبعا طيب لو هي طبعية برضو برضو بنتكلم في الطبعية اه لو هي ام مش مضطربة البنت اللي مقبلة على خطوة جواز او خطوبة تقولي لها ابعيدي عن الشاب اللي صفاته كذا وكذا وكذا الشاب اللي ما بيحترمش الست الشاب اللي ما بيحترمش عمل المرأة الشاب اللي ما بيحترمش امه الشاب اللي ما بيحترمش اخته الشاب اللي بيعامل اللي اقل منه باستعلاء الجرسان اللي في المحل اللي احنا قاعدين بناكل فيه المنادي بتاع العربيات ركزي قوي هو بيعامل اللي اقل منه ازاي المرأة بالنسبة له ايه بيتكلم مع أمه ازاي بيتعامل مع أخته ازاي بيبص للست في الشارع ازاي نظرته للمرأة العاملة عاملة ايه لكن مش فكرة بقى كرام وبخل وواوا انتي قصدك دي الشخصية التركيبة انا بتكلم على الحاجات اصل كل الحاجات التانية دي ممكن نغيرها لكن الاساسية تقدر يتغيري البخل اه اه نقدر طيب تقولي للشاب ايه بعد عن البنت اللي فيها صفات ايه وايه دي مش هتعمر معك والله اللي برضو ما بتصنش سرك بتفضحك بتروح تحكي لأهلها كل حاجة المقارنات اللي بتعمل مقارنات اللي عايزة زي فلانة وعايزة زي علانة وعايزة اشترك في النادي ده وعايزة اسكن في الكمبون ده وعايزة 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 مش دي احلام ممكن من حقها تبقى تبقى احلام لو على قدي احلامي دايما تبقى على قدي على قد البني آدم اللي أنا دخلها برتبط بي ما شايلوش فوق طاقته هو طاقته يجيب وان بدر ما قولوش أنا عايزة فيلا أحلامي دايماً واقعية منطقية أنا بمنطقها وبسعى بحط أهداف بقى عشان أحققها بعد كده ولكن في حدود المعقول الطلبات ما تبقاش مبالغ فيها لو دخلت بيت ولقيت الموضوع ماشي بفك يعني اللي عندها التطلعات قوي دي نقوله ايه بعد عنه طماعة طماعة البيت اللي هو أول ما بيخشوه بيلاقوا المهر كذا والشبكة كذا والقيمة كذا دي قوم امشي على طول قوم امشي ايه ما هو لازم الأهل تحافظ على حق البنت حمر حق بنتي ما هضمنه بالفلوس ولا بالقيمة وضح أن لينا تبقى حلقات كتيرة مع بعض أنا قدي بنتي الراجل واخف على شوية عفش أنا مش واثقة في الراجل بصي الكلام ده كلام رومانسي لكن الثقافة المصرية بتقولك ايه اللي يتخذ باين رخيص يفضل رخيم لا 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 ده كلام غلط كلام ده غلط ما فيش كلام ده أنا أسفل أنا جوزت بناتي من غير أيمة ما تحتميش على نفسك بات لا ما هانا برضو أم ما هانا أم ما هانا أم ما هانا أم ما هانا أم برضو أنا شافرين فينا الدكتور أنا أم أنا 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 أطمن وارتاح على بنتي مع راجل مش مع واحد مع فلوس بس يا هو وأنا مكتبة ورقة بس سريع سريعا هو يحس أنه هو كده الجوز جوازة سهلة لا يا جماعة ما بقاش في كلام ده طب خليني نعرف بقى في كلام ايه مرة تاني اتشرفني دكتورة دالي دكتورة داليا جميل داليا سعيد جميل اتشرف وجودها تاني جميل سعيد جميل سعيد اللي اتنين حلوين قصة جميل وسعيد لا لا أصلاح باسمه ما شاء الله يا ربنا يخله لك يا رب يا رب سيد المستشار يا رب تكون معنا ونعرف بقى لا طب التطور في العلاقة الجواز والعلاقة الزوجية تستمر أو تعيش أكتر يعني إذا توفر في أسئلة كتير الحقيقة لما تشرفني مرة تاني شرفت وجودك معنا بسير أستاذ عزو رب شكري حبيبتي شكري شكرا جزيلا شكري حضراتكم أشوفكم بكرة على خير مع التحيات يا عز ومصطفى وإلى الله شكرا جزيلا